دعني اسألك سؤال عزيزي المشاهد هل في رأيك مطار اي بلد المطار اللي هو فيه طائرة بتزلط وطائرة اللي هو اي جيدة تمام المطار ده في اي بلد بيدي صورة عنها طبعا اجابتك غالبا هتبقى اما ليه خلي يا باشا الاجابة دي معك وتعالى كلمك عن مطار الكويت زمان يا اعزاء الصغار ياه مطار الكويت كان بيعتبر المطار رقم واحد على مستوى العالم والحمد لله مازال بينافس على الترتيب العالمي بعد سنين وسنين انا بس نسيت اقول لكم ان هو بينافس على المركز التاني في اخر الترتيب العالمي هبطت على الشارع الكويتي صدمة مدوية على وقح تصنيف مطار الكويت التي تعد من اغنى الدول كثاني اسوأ مطار في العالم يجي واحد يسأل له انا بتكلم يقطيع ان انا بحبش حركة دي بس ماشي يقول لي عمنا يا مشكلة مطار الكويت ايه مشكلته يعني ايه يا المشكلة مبدئة ايه يا باشا مبدئة النظافة طبعا اعزائي السكان السكن الطلبة فاكرين بقى انها مشكلة بسيطة كب بايا هنا نسيوا يلموها كورو دور هناك نسيوا يمسحوه بس للأسف وانا بكل أسف اقول الحكاية اكبر من كده تخيل يا عزيزي ان الشركة المسؤولة عن النظافة عقدها بقاله 8 شهور مش متجدد ننقع المطار بقى في القرونة الزرقة طب العقد ده بقى شهور ما تجددش ليه شوف يا سيدي العقد عشان يتجدد لازم يمر على وزارة المالية ولجنة المناقصات وديوان الفتوى والتشريع تقول لي خلاص كيقول لك لا استانى بعدها على نفس المطنية على ديوان المحاسبة ديوان المحاسبة لما وصلوا العقد العقد عادي ينهج فترة هناك في الموضوع ده وصل لهناك رح اتبعت بقى استفسارات للإدارة المالية الإدارة المالية لهائة الطهار المدني من ان يود على فين؟ بكم بكم الإدارة المالية بعثت الاستفسارات لإدارة العمليات إدارة العمليات صحيت منهم عملت سين ومرددش كانت لما منطبقة والعقد حاليا بين الحياة والموت يعني انت أول ما توصل للكويت هتلاقي مشكلة سببها البيروقراطية كالعادة والتراهل الإداري اللي واكلينها وحبسين بكباتين شاكة موضوع واخد حقه وكده نقدر نقول بدون بيروقراطية أهلا وسهلا بيكو عزيزي المشاهدين أنا علي أنديل علي أن كنت غلط في اسمي وده برنامج السخرة مساء يا قطير لا رئيس بعد اسمك معلش لا مهمش كل شوية يطلع ناس عندها مطالب إيه اللي تلحادي الحكومة ما عندهاش فانو السحر لكل ده يا جماعة طلاب جامعة السليمانية يتظاهرون احتجاجا على نقص الخدمات إيه الدلع ده يا طلاب العراق ما تزبط ولا يزبط ولا مش بكفيكو التعليم كمان عايزين معاها خدمات الله اللي حصل يا جماعة إن طلاب الجامعة نزلوا الشارع قطعوا الطريق احتجاجا على انقطاع الميا نحن في الماضي حاجة سانوية جدا في حياتنا مقطوعة في الجامعة يعني عندك سبع تلاف طالب عطشانين ومزنوقين في نفس الوقت شوف الحسبة يعني ده زل يعني مبدئاً كده ده أكبر عقاب جماعي للطلاب في التاريخ ويا محلة إنك توافق على الحيطة وعلى رجل واحدة وصحابك التراه وعليك فاكرين العقوبات بالسخيفة بتاعة الزمن دي ده أحلى بكتير لأنك تكون مش تهي بقق ميا في بلاد ما بين النهرين طب لما الجامعات يا جماعة في العراق شكلاها كده وما للسجون عاملة ازاي ده مش بقيت تكون الجامعة دي في العراق هي الأشغال الشقة بتاعة السجن بس سبحان الله يا جماعة طلاب الجامعة اللبنانية في بيروت طلع عندهم نفس مشكلة المياة بتاعة طلاب العراق لكن المشكلة في لبنان إن عندهم مياة زيادة عن اللزوم سبحان الله سبحان الله نباك 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 يعني وزير الطاقة في لبنان قال لك مدام يا باشحنا مش قادرين نجيب الكعربة نجيب مكانها لما أخذ في الكلمة ميا وما لسميناها وزارة الطاقة والمياة لإيه بالمرة بقى لما تنوي تجيب الكهربة معالي الوزير ده لو قررت جبها على الحنفيات كده الطلاب هيشحنوا الموبايلات من الحنفية واشحنوا من الفيشة يلحظوا الفيشة كده من بل الريق هو ده بقى حال الطلاب في العراق ولبنان وفي المقابل السعودية مثلا بتخصص أكتر من 3.5 مليار دولار من ميزانيتها لقطاع التعليم والأبحاث العلمية ده الفرق بين حكومة بتختبر طموح وزكاء الشباب وحكومة بتختبر صبرهم في تحمل العطش والبدين أنا آسف يعني مش لاقي بديل لأقوله ببين عادة الزلازل بتعمل كوارث وخسائر مادية اللي ما بتضرب أي بلد بديهيات أنا عمزش تشتروا مني لكن كل برغوطة باشا على قد دمه مدير مدرية المشاريع في وزارة الطاقة والصروة المعدنية بهجة العدوان قال إن الزلازل الأخيرة جماعة اللي حصلت في تركيا وسوريا تؤثر سلبا على وجود البترول في الأردن وتؤدي إلى تسريب البترول إلى أماكن أخرى على فكرة يا جماعة على فكرة دي حاجة خطيرة جدا جدا لأن أي بلد عندها بترول زي الأردن كده بيكون جزء كبير جدا من اقتصادها بيعتمد على تصدير البترول ده صحيح إن الأردن عندها بير واحد بس للبترول هو اللي بينتج بترول وهو اسمه بير حمزة أو بيسموه سعية حقل حمزة لكن انتاجه اليومي حوالي كانت في صفحة 2 هنا اه ايه يا جماعة 500 برميل الموضوع ده بكله على 50 انت أصدقوا 50 ألف صاح 500 500 برميل في اليوم 500 برميل والاستهلاك اليومي في الأردن 150 ألف برميل وما لإيه اللي تؤثر سلبا دي هو فيه لمواغزة في الكلمة سلبا أكتر من كده حوش يا أخوي حوش يا أخوي البترول اللي بيدلدأ منك حوش يا جدع ده بتاع عصير القصب عندنا في أي حتة في السبتية عنده إنتاج من القصب أكتر منك في البترول وبعدين البلاد النفطية نفسها ما اشتكتش من الموضوع ده وأصلا باشا معلش الزلازل ما كانتش عندك ولا على الصفيحة الجيولوجية اللي انت عليها ده زي ان مثلا ايه زلزال تركيا أثر على زراعة جوز الهند في مصر لا الزلزال قريب مننا ولا احنا بنزرع جوز الهند من أساء قاسو طب ليه ما فكرتش ان الزلازل ممكن تصرب النفط اللي عندوكو مثلا وربنا يكرم بقى ويبقى ينتاج البترول في الأردن اتنين مليون برميل في اليوم انا بوقي مش متوعني في الخيال وتبقى الحكومة بقى تطلع تصرح ان ده من مجهوداتها الدائمة في تطوير استخراج البترول ليه السودوية والتشاوم ده ساعد بقى هجد تبقى ما بتشوفش ماريا منور ما بتشحنش طاقة إجابية يا ايه باشا طاقة النفط مش مكفيك او احنا وصلنا هنا ازاي احنا كنا فين اصلا اه اه هل فيه بترول في الأردن هو السؤال ده في الأردن شائق شوية معلش والحكومة بتحور فيه كل ما تصرح عنه والمواطنون حائرون يفكرون يتساءلون فيه جنون عندنا بترول ولا ما عندناش بترول وللحديث اكثر عن هذا الموضوع معنى عبر الالياف الضوئية خبير النفط الأردني السيد حافز مش فاهم سيد حافز مساء الخير عندي سؤال جماهيري من متابعين الأعزاء في الأردن حبيبي هل فعلا عندكو بترول ولا لا يا سلام طبعا عندنا نفط وبكميات وافرة والحمد لله حلو جدا حلو يا الله يعني فيه مترول بأموت فعلا هتستخروه إنت بقى لا طبعا شو بتحكي النفط ما نفط شو بتتهبل انت مجنون وانه موجود ونستخرجه من وانه بتطلع هاي الإشاعات استحاها دمك يا سيد علي انت بمثقف وواعي عب عب طيب أنا سيد لا مثقف ولا واعي بس ما فقدتش الزاكرة انت مش لسه قال دلوقتي ان فيه بترول اه بترول شوف الصراحة فيه نفط بس مرات منشك اللجنة ومنروح منشوفه وما منلاقي افصل وانه بروح يا اخي طيب احنا قرينا تصريح لحكومة عن التسريب هل فعلا البترول تصرب من عندكم بعد الزلزال بتاع تركيا اوه تسرب كبير جدا حم الله يا علي يعني حوالي أبو ستة قبار بجوز عشرة عشرين ميت بير تسرب النفط كل اللي فيها للدول المجاورة وانسى ولا عدو طيب ستة قبار انا سبك من المائة والعشرين اكيد انت حداك بتبالي ستة قبار ده انت عرف ده ده خبر اسود هتعمل ايه بقى الحكومة في موضوع تسريب البترول ده اي نفط اي تسريب اي نفط انت عن ايش بتحكي انا رسا مش حكيلك انه ما في عنا نفط عيب يا رجل عيب بعدين الحكومة لسه ما قررت سعطر لسعر القطايف بدك يحسنوا موضوع زي هيك بالسرعة هاي بعدين بنموت ونصير نفكر كيف نتحلل وبتصير النفط للحكومة والحكومة لسه ما خلصت دراسة انت عارف الشغل النظيف بده وجد عيب يا استاذ علي عيب عيب اتقي الله انا اول مرة في حياتي وانا باختم لقاء تلفزيوني ابقى مش عارف اختمه من ايه يا اخي عيب يا اخي عيب طبعا انا برضو معلش تقلت في معلش مش فوعي نفط هاد نفط مش مزح بيولع بيعمل نفط صح صح شكلك مش عارف النفط ده ايه اصلا وبتكلمني عن الرنجة في الاخر انا مش عارف اقول الكلام ده ازاي يعني احنا متعودين ان فيه ارتفاع اسعار يبقى فيه خبر لارتفاع اسعار لكن ارتفاع اسعار الكشري في مصر لدرجة ان فيه اطباق مع الكمالة بتوصل لخمسة وتلاتين جنيه تخيلة باشا لو الاسعار دي كانت ايام الحج عبد الغفور البرعي ما كانش بقى اشتغل عند الحج سردينة لا ولا كان حتى اتعرف على فاطمة كنا اتحرمنا بقى من المسلسل لان اعيش في جلباب ابي واحد من اشهر المسلسلات في تاريخ التلفزيون المصري اللي بنتفرج عليها عشرين مرة في السنة دلوقتي بقى بتدخل محل الكشري تسرح في المينيو من الصدمة كشري كشري طبق الغلابة بقى عايز قرب هتقول لي حرب اوكرانيا وان فيه ازمة عالمية على تعويم على شوية تجار مستهبلين وحكومة تايها معاك بس ازاي ازاي يعني اكل شعبية تبقى غالية على الشعب واخد بالك من الجملة اكل الشعب بقى غالية على نفس الشعب وده كلام مش جايبه من بيتنا ده حسب مؤشر بلومبرج الاقتصادي ومينيو ابو طارق اباشا وكشري التحرير طب دلوقتي لو عايزين نعمل طبق كشري شعبي من ابو عشر جنين عشر جنين دي برضو دي غالية اصلا نعمل ايه؟ معانا بقى على الهواء مباشرة من المطبخ الشيف سلمة اهلا يا علي النهاردة هنعمل وصفة الكشري الاقتصادي ايه؟ اقتصادي جملة غريبة قوي الكشري الاقتصادي ده فيه ناس بتاكلوا في كيس كيس ازاي يعني؟ يعني بيرجوا الاول وبعدين يخرموا الكيس من تحت خلينا في الوصف يا سلمة اه طيب احنا هنستغنى عن المكونات اللي مغلية طبق الكشري يعني بلاها حمص ثانية واحدة حمص بحب الحمص انا الحمص غالي بقى يا علي وبتاع وعلشان كده هنشيل كمان العدس لان العدس كمان غالي اتفضل يا بني لا عدس ايه ده يا سلمة والنبع حرام ده البرتين كله في العدس ماشي شيل العدس يبقى رز والمكارونا وصلصة حلو برضه لا ما هو لسه الطبق غالي برضه يا علي احنا هنضطر نشيل المكارونا والرز فاهمني؟ بحبه ايه معلش بقى ومدام شلنا الحمص والعدس والمكارونا والرز السلصة كده ملهاش لازمة هنعمل بيها ايه يا اتفضل يا بني اه طب مع بصي طالما شلنا كل ده يبقى البصل المحمر ملوش لازمة بقى كده يبقى اوفر الصراحة انا هسيب البصل زي ما هو هم تتكتر خيرك والله بس مش هنحمره لان الزيت غلي احنا هنقدمه نيز زي ما هو خد مشي حالك بدي ها بصل بصلة المحب خروف يا شوف بقى انت معد دوقتي خروف بحلهم بس بس كفاية انا كده حرفيا هاعيط لو هطاعيط من البصل انا ممكن اقطعه لك عادي انت خرطتي قلبي يا سلمة شكرا يا سلمة الف شكر المرة الجاية هقول لك على طريقة عمل القملت من غير بيت ومن غير زيت علشان كرتون تلبيط غليت والزيت طبعا زي ما انت عارف طبعا طبعا ومن غير ما ناكله بالمرة عشان الاكل كمان السنان غليت لا لا احنا كده لازم نتكلم المعلم الكبير بتاعنا اه جاهز اه اه الدين المعلم ابو طارق اه اه معلم اه 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 الله لا انا عالي يا انديل اه ازاي حضرتك اه بقولك عندي لك وصفة هايلا انت عارفني في الاعلان بقى مسيطر اه وصفة هايلا للكشر الاقتصادي اكتب عندك المقادير بس احسن خط به صد لام تهمر بصلة اه ليه الغلط امعلم ابو طارق فيه ايه قدامنا كتير يا جماعة قدامنا كتير مش هي خبر فيش خبر خلصنا اه اه لا استنى استنى ودلوقتي وصلنا للفقرة صاحبة البهجة ورسمة لبتسامة اللي بلاستنها انا شخصيا كل يوم اعرفتوها اخبار في السحن اخبار في السحن سقابولو سخنولو بعض الناس بتقول رزق الهبل على المجانين ورزق بوتن على الممثلين فلاديمير بوتن يمنح الممثل ستيفن سيجال وسام الصداقة ايه يا عم بوتن؟ انت عشان مش قادر تتحالف مع السياسيين في امريكا هتتحالف مع الممثلين بعدين لما اخذف الكلمة مالقيتش غير ده يعني ملك الافورة اللي بيقتل كل الممثلين والمصورين والمخرج في ضربة واحدة ومن غير ما يباوز تصريحة شعره يعني انت بتحب الافورة في السياسة وكمان في التمثيل بعدين واضح يا جماعة واضح ان بوتن مش متابع افلام الاكشن من زمان ده ستيفن سيجالة باشا انقرض من زمان ده لو متابع صح كان جاب فانديزل او كان سألني كنت اقوله جيب زاروك او عمل مثلا استفتاء جماهيري واكيد الجمهور كان هيختار بطل الاكشن الفنان احمد زاهر خصوصا بعد فيلمه الاخير ده ما كانش فاضل غير ان هو يكرم نجم الاكشن المختفي يوسف منصور انت حاولت تكتب اسم يوسف منصور هتلاقي القلم خلص خبفيش يقف بالنص كده بينه بن ستيفن سيجال وياخد صورة للتاريخ فيها الله يمستيهم بالخير وارخامهم مطرح ما هم معادين يا الاكشن ايما كان بقى استيك بحيلة بدائية حيلة بدائية زعيم مافيا يهرب من اعتى سجون ايطاليا نجح زعيم مافيا في الهرب من سجن شديد الحراسة في ايطاليا ضمن واقعه اثارت جدلا كبير كبيرا خلص كده هو از ظهر السجين في كاميرات المرأبة خلال هروبه تسلل عبر النافذة تحت عدسات المرأبة باستخدام ملاءات معقودة وانطلق خارج الاسوار يعني باشا الشباك من غير شبك حديد والصور من غير كهربا وكاميرات المرأبة شغالة وهرب دي مش بس حيلة بدائية دي اقدم حيلة في الدنيا فيه ناس بتقول الرشوة بقاشا القرشي لما يتكلم بس الواضح ان فلوسه خلصت عندما يعني بعد كل الرشاوي اللي دفعها دي فلوسه خلصت عشان يقدر يعمل كده اصلا لو كان معاه فلوس بجد زيادة كان خرج من باب السجن عادي واحتمال كمان يدون نسخة من المفتاح عشان لو نسي حاجة في السجن يرجع يخدها لو ايش او عقب الفوطة بس الفوطة بشكير عشان ده شطم الموظفة المتفانية بتاع تويتر تويتر فصلها اللي ماعرفهاش دي موظفة قفضي كانت موظفة في تويتر وانتشرت ليها صورة من فترة وهي نايمة في المكتب على الارض فسموها الموظفة المتفانية هي الست من كتر ما بتشتغل يعيني اكتر من اللازم بتنام في المكتب من التعب فغالبا حبوا يريحوها بقى قالوا لها استاذة صفاء روح ينام في بيت خلاص كده شوف العيال هي خلاص كده خلصت خلصت ايبقى وبازت فركنوها على الشاحن قالوا قالوا نشوف غيرها الفنان محمد صبح قالها قبل كده ومحدش ركز قالك ايه تشتغل كتير تغلط كتير تتعاقب كتير تشتغل نص نص تغلط نص نص تتعاقب نص نص ما تشتغلش خالص خالص تتغلطش خالص تترقى جامد فلذلك انا بكتفي بشغلي كده النهاردة لاني محتاج اترقى فهتطر وروح انام تسمع لخير ها 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 هنقبض تاني ستاند با يا تو وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقاتنا النهاردة وجبنا اخيرنا في الاخبار اليومية الاخبار اكتر بس سوقتنا اللي قصير شوف هي ربنا ما تديش كل حاجة بكرا هنستناكوا عشان نقعد كده على رواقة ونشوف اخبار جديدة اقعدوا بالعافية واخر كلامي ليكم ربنا يحل ايامكم موف يا تو بالي كتير ما جيتش اقول لك موف اه تعال 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 بس